قالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إن بلادها تعارض أحكام عقوبة الأعدام التي صدرت بحق إسلاميين في مصر لكنها مستعدة للتعاون التجاري مع القاهرة جاءت تصريحات ميركل عقب لقائها في العاصمة الألمانية برلين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأوضحت ميركل أنها بحثت مع السيسي الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها المتعلق بالأمن والسياسة والاقتصاد والحريات العامة من جهته أكد السيسي على أهمية اللقاء مع ميركل وقال إنه تم تداول في بعض القضايا مع الجانب الألماني عبر خلالها الجانب المصري عن وجهات نظره بصراحة على حد تعبير السيسي